ترجمة نانسي قنقر هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات في صفوف المواطنين وهو برج أو منزل كان خالي من المواطنين هذا الاستهداف كان قبل قليل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وهذا المنزل مكون من طابقين يعود لعائلة شملخ هذا المنزل في غرب مدينة غزة التصعيد الإسرائيلي ما زال متواصلا الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة سابق هذا استهداف المنزل استهداف لأرض زراعية خالية في مدينة خان يونس جنوب القطاع وأيضا سابق أيضا هذا الاستهداف استهداف للدراجة نارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حتى هذه اللحظة نواصل ونتابع كافة التطورات والأحداث التي حصلت في القطاع خلال الساعات الماضية وصل عدد الشهداء حتى هذه اللحظة حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى 11 شهيدا هناك أكثر من 80 إصابة في صفوف المواطنين جل هذه الإصابات كانت في العناية المكثفة نتابع معكم كافة الأخبار والتطورات نشاهد الآن لو زميلي هذه الرشقة من قبل المقاومة الفلسطينية الآن ونحن نتابع معكم عدد من السواريخ تطلقها المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ونحن نغطي هذا بشكل مباشر حتى هذه اللحظة كما ذكرت عدد الشهداء وصل إلى 11 شهيدا هناك أكثر من 80 إصابة المنطقة هنا لحقت أدرار كبيرة في المنازل المجاورة لهذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر معنا هنا أحد الأطفال الذين كانوا موجودين في الحدث كيف حالك؟ الحمد لله إيش صار؟ بتقدر تحكيلي؟ نعم شو صار؟ إيش أنت حسيت؟ إيش سمعت؟ يعني أنا كنت عند دار سيدو إحنا كنا نلعب بعد يعني الصاروخ نزل التمسنا إحنا إحنا التمسنا كلنا صررنا الرجل كل إش تدمر يعني حتى فزبة بابا وقعت والبركة كلها تمزعت يعني كل إش يعني شبابيقنا حتى تكسرت وفزبة بابا وكل الفزبة يعني والجيب حتى إن كانت تكسر كمان هالقات والشبابيق ودور الناس يعني إحنا بندار شملخ وأهل إتة يعني قاعدين بضرب السواريخ كل الدور يعني الجنب اللي انقصفت يعني كلها تدمرت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله الحمد لله سلامتك حبيبي يعني مشاهدين الكرام هذه أحد شهود العيان من هذا الطفل من عائلة شملخ يعني الأوضاع هنا صعبة جدا عدد المنازل المدمرة بجانب هذا المنزل الذي تم تدميره واستهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية بشكل كبير ومروع صراحة والأوضاع في القطاع ذاهبة بعد استهداف هذا المنزل وربما هذا شكل جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم باستهداف المنازل بشكل مباشر ربما يأخذ التصعيد إلى منحة آخر وشكل آخر من الرد من قبل المقاومة الفلسطينية سوف نتابع معكم مشاهدين الكرام مشاهدي منصة جيميديا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي كافة الأخبار لحظة بلحظة فابقوا معنا شكرا